كشف السطارة عن جريمة سلوى الكويت الضحية فاطمة اتقتلت مرتين جريمة قتل مروعة هزت الشرع الكويتي ضحيتها المغدورة فاطمة علي العجمي موطنة كويتية شابة والجاني الاول اخوها الاكبر والجاني التاني اخوها الاصغر واللي اعاد تنفيذ الجريمة بمنتهى الوحشية داخل المستشفى في العناية المركزة تعالوا نعرف حكاية المغدورة فاطمة ضحية الهمجية القبلية بالكويت وازاي تم قتلها مرتين بدم بارد بترجع احداث الجريمة المروعة لشهر سبتمبر سنة 2020 لما صحيت الكويت على خبر مفزع عنوانه مقتل موطنة على يد شقيقها في مستشفى مبارك الخبر المفزع ان اخت تموت على ايد اخوها لكن الاشد فزعا ان يكون مصرح الجريمة العناية المركزة بالمستشفى الموطنة الكويتية فاطمة علي العجمي موليد 1985 كان عمرها وقت وقوع الجريمة 35 سنة وتزوجها من هاشم الملة بيشتغل محامي ساكن في حي سلوة بمنطقة حوالي بالكويت فاطمة بنت من بنات القبائل المشهورة بالكويت وزوجها من اهل الحضر اتزوجها بموافقة وعلم ابوها ومبركته لكن غصب عن اخوتها الزكور عبد الرحمن العجمي وناصر العجمي اللي كانوا معارضين للزواج دون اي اسباب مخطاعة غير العادات والتقاليد الجاهلية البالية اللي ما انزل الله بيها من سلطان واللي بتمنع زواج بنات القبائل من اهل الحضر اتجوزت فاطمة وكانت عيشة في سعادة مع جوزها وعندها طفل عنده سنة وكانت حامل في جانينها التاني ولان فاطمة كانت من مواب مواقع التواصل الاجتماعي فكانت بتظهر بمقاطع فيديو ليها على حسابها الشخصي بتحكي فيه عن خلافها المستمرة مع اخوتها واهلها من اول يوم جواز ليها وعلى مدار سنتين مش بس حكت فاطمة عن الخلافات اللي وصلت لحد الظلم حسب تعبيرها دي وصلت انهما بيعتبروها وصم تعار وان لازم يتخلصوا منها لمنع القيل والقال وحسب كلام الاهل عن اخوة عبد الرحمن رغم اعتراضه عن الزواج إلا انه ما كانش متشدد لكن الاخ الاصغر وهو ناصر اللي جن جنونه لما عارف زواج اخته من شاب حضري وكان طول الوقت بيهدد بدبحها وغسل عرها في مطلع سبتمبر 2020 في بيت فاطمة في حي السلوى راح اخوها الكبير عبد الرحمن بيتها لتحذرها من غضب اخوها ناصر وما كانش يعرف ان ناصر بيتتبعه علشان يعرف مكانها بمجرد ما فاطمة فتحت لاخوها الباب اطلق ناصر عليها النار فاتصابت بطلق ناري في راسها وطلق تانية في ظهرها وهرب ناصر من موقع الجريمة جر عليها زوجها وحاول يسمع منها اي حاجة تضلوا مين اللي عمل فيها كده وقبل ما تفقد وعيها سألها اخواتك اللي عملوا كده هزت راسها بالموافقة وفقدت الوعي وانتقلت لمستشفى مبارك واللي كانشاهد على كل اللي حصل هو اخوها الكبير عبد الرحمن اللي راح سلم نفسه لمغفر سلوى وقرر يشيل القضية عن اخوه الصغير والسبب في كده انه مع تصريح من الطب النفسي انه بيعاني من مرض نفسي معه وفي اعتقاده ان ده هينجيه من العقاب وفي نفس الوقت يحمي اخوه ناصر وبالرغم من ان اهل فاطمة اعترفوا للشرطة ان عبد الرحمن مش هو القاتل وان القاتل الحقيقي حر طليق الا ان الشرطة ما حطتش حراسة في المستشفى على فاطمة اللي حصل بعد كده ان فاطمة دخلت العناية المركزة بمستشفى مبارك واجرت عمليات على مدار سبع ساعات وبشر الاطباء زوجها بان الجنين حي يرزق في بطنها وانها حتتعافى بعد اخرجها من العناية المركزة لكن حصلت مفاجأة اكبر وغير متوقعة ناصر القاتل مردعوش انه شاب دمه اكتو قدام عينيه ولا ان اخوه عبد الرحمن بيسلم نفسه للشرطة بداله ولا انه تسبب في موت روحين امه جنين بمجرد ما عارف ان هي لسه عايشة اخذ سلاحه وراح مستشفى مبارك وقدر يدخل العناية المركزة واطلق النار للمرة التانية على فاطمة باربع رصاصات اتسببت في وفاتها وفات جنينها وتقفض على ناصر اللي انتزعت منه كل المشاعر الانسانية والادمية بعد ما كمل جريمته الشنيعة وقتل اخته بدون ما ترتكب اي زنب الغريب في جريم السلوى الكويت ان ناصر العجمي شاب متعلم ومعاه شهادة ماجستير ده كان مؤشر خطير على ان الهمجية القبلية لو تمكنت من الانسان مهما كانت درجاته العلمية لازم هاترميه في طريق الجرم والقطيقة والغريب ان بعد تنفيذ جريمة القتل البشعة في المغدورة الشهيرة فاطمة العجمي كان بيوصل على هاتف زوجها رسائل تهديد بالقتل وان الدور جاي عليه واللي اعتبرها المواطنين في الكويت نوع من الانفلات الامني وحصل غضب شديد من المواطنين وفي يوم الحد 13 مارس 2022 قدت محكمة الجنايات الكويتية بحكم اولي ضد المتهمين بقتل فاطمة العجمي باعدام شقيقها القاتل ناصر العجمي والسجن المؤبد لشقيقها الاخر عبد الرحمن العجمي عن تهمة الشرع في القتل واطلاق النار عليها قبل ادخالها للمستشفى دون الاغذة بتنازل والد المجني عليها والحكم تم بعد عرض المتهمين على الطب النفسي للفحص واللي اثبت واكد من مسئولية المتهمين عن افعاله الجريمة البشعة اللي اثار التساؤلات حوالين تمكن الجاني من دخول المستشفى وعناية مركزة وهو حامل السلاح بدون توقيفه كمان بشعة الجرم اللي وصل حد القتل المرتين مع تخازن من الشرطة في حماية الضحية بعد وقوع الجريمة في المرة الاولى القضية الغريبة على الشرع الكويتي واللي من عنفها اتنائلها رواب مواقع التواصل الاجتماعي بجميع دول العالم العربي والاستنكار في العنف ضد المرأة اللي مالوش نهاية وفضل السؤال الملح بأي ذنب قتلت رحم الله الشهيدة المغدورة فاطمة علي العجمي واسكنها الفردوس الاعلى اشتركوا في القناة